دكتور فارك فودا شهيد حقيقي للدفاع عن مصر وخليني أذكر كلماته الأخيرة الجملة الأخيرة اللي قالها لصديقه الشاب اللي كان معاه في لحظة الاغتيال وهو بيموت والمدرج بدمائه يعني قال له يا وحيد اشهد ان اللي حصل ده عشان مصر وهو فعلا كان عشان مصر واختيال فارك فودا رغم ما فيه من فجيعة ورغم ما فيه يعني من ألم حقيقي وفجيعة كبرى إلا أنه كان من الأحداث التي أنقذت مصر يعني في لحظة من اللحظات هننتبه للمشهد ده ونعتبره من المشاهد اللي كانت أجراس الإنذار لأنه كانت الآذان قد صمت والعيون قد عميت ترجمة نانسي قنقر